وسامة ابو علي طبعا جيبي تكلم على كل حاجة في وسامة ابو علي بس انا عاوز اتكلم عنه تفصيلات اكتر في تحرقات المهاجمين الالف بكم يلا وهنجري بسرعة بعض طيب هو وسامة ابو علي بيعمل ايه؟ وسامة ابو علي ببساطة شديدة هو بيستخبه استخبه ورا المساك علشان يبقى عنده اتنين اوبشن يا الا هتحرك في المساحة الورى المساك فهو مش شايفني يا الا لو انا خدت القرار ان انا هتحرك قطع القريبة قدام المساك هو مش شايف انا هاخد الخطواتين دول امتى تعال نشوف يوريك يعني ايه او الزاوية العمية اللي بتحرك فيها المهاجم زي ما انت شايف هنا هو حركة بتتعامل ان المهاجم بيتحرك في ظهر المدافع بحيث ان المدافع ما يبقاش شايف غير الكورة يعني المهاجم مدى بس مع الكورة زي ما انت شايف اللعيب الاحمر اللي هجري في ورا مدافع هو اللعيب اللازرق اشان نفهم الناس الكورة جاي من اللعيبه في النص ده هو مطلع الكورة من الرجل اهو بالزبط من وراه مدى فهم مش رجل الخارجي والمهاجم جاي من وراه بالزبط كده هو بيتحرك من وراه عشان هو مش شايف بص بقى الراجل هتحرك من وراه ده كريم بساط شديد لو تحرك من وراه هو مش عافي يجيبه لو تحرك قدامه هيبقى سابقه نشوف الصورة اللي بعدها على طول الصورة دي هنا بتوضح لككل شيء هنا اللي تحت خالص في اخر الكدر ده الراجل اللي هيلعب اللي هناك الاحمر ده ده اللعيب المهاجم هو هنا واقف فين؟ واقف Block في ظهر المساك اللي جنبه على طول المساك بص على الكورة والمهاجم في ظهر الكورة فأول نكمل الصورة اللي بعدها على طول فبالتالي لو الكورة تلعبت المدافع مش شايف غير الكورة فالكورة لو تلعبت في ظهره الراجل هيقدر يزبقها صورة اللي بعدها نفس الكلام برضو لو المهاجم حب بان هو يزبق الراجل مش هيشوف لان هياخذوا الخطوطين قبل ما هو يعرف هيتحرك فين؟ نشوف بقى الصورة اللي بعدها زي ما انت شاف هنا كأن بالضبط المهاجم اتحرك قدام المدفع وخاد الكورة تعال نشوف بقى الكلام ده وسام أبو علي بيعمله ازاي؟ قلنا وسام بيستخب وراء المدفع علشان خاطر ياخد القرار اللي هو عاوزه يخلق المساح دي مبارات مازم بي محمد هاني عدى بالكورة فين وسام أبو علي؟ وسام أبو علي نشوف الفريم اللي بعده احنا بنتكلم الطبيع ان يوسام أبو علي هيبقى قطع القريبة هو بيفضل قاعد مستني يعمل الدلي وانا دي الكلام اللي كان بيكلم عليه جيمي ان الراجل ممكن يعمل ضب الموفين طول ما المساك مش شايفه يا كريم المساك مش عارف هو هيعمل ايه فلما يوسام أبو علي حب يتحرك قدام المساك لما خد الخطوطين سبق المدافع طبيعي لان المدافع مش شايفه هو بيستخب عشان يخلق لنفسه المساحة هتحرك على القريبة ولا هتحرك على البعيد نشوف بقى بعض الحالات سريعا كده هما اربعة وخمس حالات سريعة الهدف اللي كنا بنتكلم عليه برضو جيمي يتكلم عليه بمنطقة البساطة نفس الكلام هنا ريدا سليم هنا الراجل خد المساك طلعه خالص برا من مكانه بعد كده هنا تحرك من وراء عارف لو وسام أبو علي لو قطع على القريبة كان برضو هيسبق المساك ولو ما قطع على البعيدة برضو سبق المساك نص هنا يا كريم برضو نفس الكرة دي نرجع بس لحظة لحظة نرجع لحظة واحدة قبل ما الكرة تلاقي بأوفر لو سام أبو علي اول ما يسلم الكرة هنا لا 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 حظة هو كان الطبيعي انه هيقطع على هناك هيخش جوه حلق جن الراجل لما يلف من وراء عشان الكرة تلاقي بتشيب من وراء في المساحة اللي مش شايفها المساك نكمل الكرة فهتلاقي على طول الكرة ما تلاقي بتشيب في دار لو سام أبو علي بص عشان يتحرك من داره فالراجل مش عارف يمسكه الكرة اللي بعدها نفس الكلام برضو هنا حسين الشاحات هاخده كرة بص على وسام أبو علي برضو وراء المساك عشان خاطر الكرة ما تلاقي بتخش جون الحالة اللي بعدها مباراة بيرامد والهدف الاول اللي جيه للنادي الاهلي وكلمنا عنه كتير انه وسام أبو علي هنا بص هنا جيه وراء محمود مرعي عشان محمود مرعي مش شايفه قام داخل حط الجون واخر هدف خالص دي كانت كرة شبهي كانت هتيجي جون نفس الكلام التحركت على وسام أبو علي أول ما حسين الشاحات هيستلم الكرة وهيقوم من رقص الراجل واحمد وفيه واحدة والتانية وننبقى بالراحة بقى بعد ما الكرة تنزل لحسين الشاحات نكمل أول ما الكرة تنزل لحسين الشاحات نفس الكلام محمود مرعي مش عارف هو فين فبالتالي لو قطع كده أو كده ما كانش هيقدر يجيبه فهي blind side run اللي بيعملها وسام أبو علي انه بيستخبه وراء المساك عشان المساك ما يشوفوش لأنه آخر حاجة بس قبل ما تقطع المهاجم لازم يبقى بينه وبين الكرة المدافع ما ينفعش يبقى المهاجم هو اللي سابق المدافع لازم يبقى المهاجم بينه وبين الكرة المدافع يبقى بظهر